مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل باي خير وعلى خير اليوم ان شاء الله جيتكم باحد الفيديو اللي مفيد في وصفة زوينة اكيد غليستفدو منها غلي نشارك معكم مسمن بالطريقة ديالي بالقمح كي يجري بنات خفيف يعني كي يكون صحي حسن ما تديروه بالفينو كي يجي زوين الحاجة اللي كتكون فيها القمح كتكون بنينا اكتر كما راكو تشوفو هاي النتيجة امامكم كذلك سنشارك معكم البنات غريبية ديال القرقع واللوز يعني شي حاجة لي سهلة ماهلة توجدها في رمشت عين وهكا تحطيها الديوفاكت يعني تحمر لك وجهيك شي حاجة كي تجي معلكا وزوينو واخر حاجة نشاركها معكم واحد الحريشات سهلين ماهلين يعني في اخر لحظة ديري المقرج ديالي كي طيب وروح يصو بهم ضغية ضغية وكي يجيو هشاش ولداد يلا خليوا لي جمال بنات باش شجعوني دائما نقدم لكم المزيد من الوصفات ونقول له باسم الله على بركتي الله اول حاجات يمشي عند المسمن فهناي انا اخديت كيلو ديال الفارينة ونص كيلو ديال القمح القمح اللي كي يكون به بالنخالة دياله كتغرب له كتحيده النخاله كتديره غيه هو القمح ادرت هنا نص كيلو درت كيلو فارينة ادرت لهم واحد معلقة كبيرة ديال الملح رشه خفيفه ديال السكر رشه خفيفه رشه خفيفه وحده هكا وحده نتيفه ديال الخميره فوريه وكيس ديال الخميره ديال حالويه سبعه قرام فخلطت هاد النواشيف معه بعدياته وبديت كنجمع العجينة ديالي بالماء دافي الماء دافي دائما كيعاون ان المسمن ضغيه ينطلق معاكم ويندلك معاكم مزيان حسن ما يكون المباد يجيف لكم العجينة فانا كتديرو الماء تدري جيه شوية بشوية حتى كتجمعو العجينة عجينة ديال المسمن ماجيش متلوقها بزاف وماجيش قاس حقصها تكون متوسطة بينوبي فكيما اشتو كنجمعو العجينة وكددلكوها انا دليك ديالي هكا بالراحة ديال يد كندلك وشنو انا المسمن كنخليه يرتاح كندلك شوية وكنغطيه كنمشي نخدم حاجة اخرى نغسل مماعين ولا نسيق ولا اللي عندي وكان ولي عود مره مره كنضرب عليه هضوره كنضرب له دليكا هكا ما كيجينيش صعيب وكنكون خليتو اخداوقتو في الراحة فقد سوفي ندلكو مزيان نغطيه نخليه يرتاح من اللي تشوفوا اللي جينات احتو انطلقت كتدو واحد ثانية كتدهنوها بزويته وكتبدو تشكلو كوايرات وهنا يتعرفوا البلا المسمن ديالكم مدلو كلا دلكم دوكن نفخات كيراكو تشوفو فمين تكونو كتشكلوهم صاف هنا شكلت الحجم اللي بغيت انا دهنتهم بزويته عاو تانيكا نغطيهم ونخليهم يرتاحوا مزيان باش مين تسرحوهم وتسرحو لكم ضغيه ضغيه باش غادين نورقوهم فهناي باش غادين نفندو غادين ندير القمح نفس الشي نفس الشي قمح مغربل درت معه شوية ديال الخميرة ديال الحلوه وعندي ليها هازويته وعندي الزبدة الزبدة غادين نطلقها غيه شوية ندوبها غيه شوية باش غادين نورق بها من الداخل فكتشدو الكورة ديال العجين بعد المرتاحة وكتسرحوها بالزيت هي اللول اكيد كتسرحوها كتكون رقيقة هاد الشراك كل شي كتعارفوه سافي كنسرحها هكا كندهنها اللول بالزبدة هكا بهاد شكل دهنها خفيفة كنرشها بدك القمح اللي درنا وكنطويها على اربعة بطريقة سهلة وما بين كل طوية وطوية ديما كندهن الزبدة وكنرش القمح وكنطوي سافي كنستمر البنت هكا تنكمل كامل الكيمية اللي عندي بنفس الطريقة ونخليهن عاود يرتاحو انا كي كنكملهم كنولين نبدين طيب من ديك اللولة اللي خدمتها هكا كتكون نلقها يعني ديجا كنلقها رتاحت سافي البنت كتكملهم كي ماشتوه كيجيب بنين بزاف البنت القمح اللي ما زي ربعتوش تجربو سافي هلا من اللي كنشي عند اللولة اللي رتاحت كنشدها وكنسرحها هكا بهاد طريقة هاد كتكون شوية رقيقة كنرد الطاجين ديالي على النار كي يسخون مزيان لما عندهاش الطاجين تقدر تاخد شي مقلم الاحسن تكون شوية تقيلة وصافي كندهن هديك الطاجين كنديله واحد الرشة ديال زويته وكنحط المسمنا ديما المسمنا ما نتحطوه الضغطو على الجوانب باش ما يجيوكم شغلاد كنديرو واحد الرشة خفيفة ديال الزيت وقبل ما يتحمر لي مزيان موحد الجيهة يعني غيتشوفوه تصهد يعني غيتشوفوه شد فروحه كتقلبوا فيه ما كتخليوه شي طيبين تحمر موحد الجيهة يطيب كامل عد تقلبوه لا باش كي يجيكم خفيفهم هوي غيتشوي يشد روحو قلبوه ولي وقلبوه ولي وقلبوه تاك يتحمر لكم جميع الجوانب كما راكوا تشوفو الفيديو واضح امانكم فعلا كي يجيو زوينا البنات وقل ضروري نشاركه معاكم ها هو واحد تتحمر قادي نستمر حبيباتي بهات طريقة هادي تان كمي القاع الكمية اللي عندي نطيبهم كاملين باش ندوزو نصاوبو الغريب اياع وتاني اللي كجيم علك وزوينا بزاف يلا هالبنات قبل ما تكمل الفيديو اللي ما زال ما دارت جيم ديري جيم ولي ما زال ما مشتركه في القناة كنقول لكم مرحبه في العائلة ديانا ديري ابوني باش هكذا ايما توصلي بجديد الوصفات تمعي كيفاش كي يجي محمر وهائل معاشي بريري ديالاتي منعنع ومشحر يا سلام يلا مرحبه بيكم وحضيروا القوتي فهو اللي يطاب البناس خاني نقطع لكم وحيدا جات واحد نحلاه ببلتني نقطع لكم وحيدا كيجي هادا صحي حسن كيجي خفيف وخدها كله منو ما كيدرقش ماش كي ما ديري الفينو مع الفارينا فهنا كي ماشتون حل لكم وحيدا شوفو كيجي خفيف كيجي مورق من الداخل كيجي رائع مع السل وزبدة بلدية يا سلام كيفاش كيجي كيجي زوين دوزا فان شاء الله انتم ما تجربوه بنفس الطريقة اللي وريتكم وينجح معاكم ونظر كي غادي نصابو الغريبية غادي نعطيكم المقدار اللي يخرج لكم ربعين حبة في العبار انا اللي درت فهنا انا عندي رابعة ديال القرقع ورابعة ديال اللوز تقدروا تديرو نفس الكيف بمية تقدروا تديرو غي قرقع ما تديروش لوز تديرو 500 قرام قرقع انا درت هنا 250 قرام قرقع 250 قرقع 250 قرام لوز ما حمرتهم ما والو كيف ماشتوهم طحنتهم دوزتهم في الطحانة هادي نحتاج خميرة ديال الحلوات 8 قرام فاني جوج بيضات 200 قرام سكر القشرة ديال الحامضة فهذا هم المكوينة تبسط سهلين مهلين فاول حاجة كتاخدوا واحد قرقع ديالكم كتديرو فيها هذاك القرقع مطحون وهذاك اللوز مطحون وكتزيدو عليهم السكر يعني يقع المقادير القشرة ديال الحامض كتحتى واحد نسماء رائعة وغادي ندفع لهم كيس ديال الفانيليا وكيس ديال خميرة ديال الحلوات 8 قرام سنخلطهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هادا كندخل معهم زيان هاداك السكر بهذا الطريقة هادي سهلا البنات ما كتاخدكمش نهائي الوقت فاش كتخدموها وما فيها لفارينا لوالو ضغية ضغية سوف يملي خلطهم مع بعضياتهم ضربت هادوك الجوج بيضات وبيديت كنضيف ذاك البيض تدريجيا حتى كنجمع هاد المكونات كتولي عندي عجينة يعني انتم ما شوفوا البنات كنضيف البيض وانا كنعلك فيها كنضيف البيض وانا بحلي كنعجن فيها شوفوا معاي الطريقة باش داك السكر يدوب مزيان وهاكا جيكم الغريبية معلكة شوفوا بهذا الطريقة هادي تنكي بملقاع البيض اللي عندي نعنططني جوج بيضات هاكا جايين متوسطين بهذا الشكل هادا صافة البنات كيتجمعوا لجينة ديالكم خليوها ترمبوزغي واحد خمسة دقايق وبدو تشكلوها بالنسبة للتفني ذا البنات سوف يحتاجون لسكر غلاسي ضروري يكون سبيسيال سبيسيال هو اللي كيلسق على الحلوة وخطب ما كيدوبش فهنا كنشده وكنولي نغرب لها البنات وبالنسبة للعبار انا عبرت الحلوة بشكي يجيوني قد 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 عدت فيهم 20 كرام لما عندها الميزان تقدري يدير عليك ميزان يجيوني شوية كبار تقدروا تديرو 16 كرام يجيوكم ها اذاك فكنشد هاكا ندير كويرات كتدهنوا يديكم بماء الزهر وتشكلو كويرات وكترميوهم في ذاك سكر غلاسي كتستمرو هكا كنشكلو كوائرات كاللول اما كتغطسوهم في مازهر ولا كتدهنو غيديكم في مازهر باش كيلتق عليها السكر وكدوزوها في السكر تقديرو شوية ديال كيميا ونوريكم طريقة كيفاش تغمسوها في السكر غيبي بهاك قبل ما تشيو يديكم في اللول غي هكتها كتتغلف مزيان كتشدوها ما بين اديداتكم وكتكوروها مليح مليح بهاد شكل هادو ما كتضغطوش عليها بحلي كتتكدو ان داك السكر مغلف عليها بزاف سفي كتتحطوها ديغاكتو موف الصينية ديال فران ماذا بيكم تفرشو الهوراق الزوبدة وكتخليو شوية ديال اسباس ما بين وحدة ووحدة محيط رافيها الخميرة قدي نستمر بهاد الكيفية تنكمل كيميا اللي عندي من اللي كملتهم البنات كيراكو تشوفو ما قرستهم موالو كتشدوها كواحد نص ديال حبة ديال الجوز او انتع القرقع وكتحطوها هكا في الواسات ديال الغريبية وكتتضغطو شوية يعني بحلي كتتضغطو عليها شوية كتبال لكم بدات كتتشقق بعضا ثا كتكملوا كامل كيميا اللي عندكم يعني تضغطو شوية وخيرتبال لكم تشققات يعني هديك هي سفي ثا كتكملوا كامل كتكون شعلتو الفران ديالكم يسخن من يدخل مزيان كتديرو نار مهيلة وكتخلي الغريبية تقريبا واحد سباح تلعشرة دقائق تتبع لكم تحملات من الاسفل سفي البنات انا ما كانش علهاش من الفوق كنتفعلها وكتخليها تبرد سفي وكتعمروها في الابوات ديالكم كتجي معلكة والديدة بزا فالبنات غيش تربوها شوفوا كيفاش تشققات يعني ما تشيلو لها شقع النار من الفوق ديالها نهائيا هاد الغريبية كتبغي من التحسي ديالها وكتشقق ديجا كتشقق فكما تشتوك يا كدير رائع جدا والريحة طلع يا سلام مش كولي ما يبقش الحاجة اللي فيها لز القرقع يقولولي والله العظيم سوف يدخليوها تبرد وعمروها وقدموها لديافكم تحمر لكم وجهكم وبالصحة والراحة سوف نقسم لكم وحيدة والله إلا كتجي عجيبة البنات هيا كتجي معلكة اشتو معي كيف تجي خطيرة ودركيا غدي مش نشارك معاكم واحد الحريشات غدي يعجبوكم بالزفع والتاني غدي تديروهم غدي تشكروني عندكم فهنا عندي رابع ديال السميد رابع ديال السميد يعني 250 جرام ورابع ديال الفارينا يعني 250 جرام يعني كيف كيف فارينا غربلوها غدي نزيدو عليها زوج نتع الفانيات زوج صاشية نتع الفاني وزوج صاشية نتع خميرة ديال اللي حلوة كل واحدة فيها 8 جرام هنا أنا مضاري ندير كاس سكر وليوم ما غادش نقضي نقص شوية حلاوة ولكنتو ملي عندك تبغي الحلاوانيش ندير كاس سكر 150 جرام أنا درت كاس إلا رابع ديال السكر ودرت واحد رشة ديال الملح وخلطهم مع بعدياتهم ملي خلطهم نستعليهم بيضة كاملة وكاس ديال الزيت ما يعادل 160 ميلي لتر هنا كتشدو كتبسو هاد الموكونات كتبسوهم كامل بهديك الزيتو كتبسو كامل بهالطريقة متخموش نكتبلكم كعم المقادر صندق رواصف من اللي بسستهم كان بدين جمحهم بالحليب مهم على الحساب السميدة ديالكم أنا خدات لي كاس ديال الحليب حليب عادي ما تسخنوه ما والو كتضيفو شوية بشوية كتجمعلكم نعجينة كتكون شوية كتلسق لحقا شوية السميدة ضغية كتشرب كتكون شوية كتلسق بهالطريقة هادي كنضيف شوية بشوية وانا كنشوف عيني ميزاني بحل القوام ديال الحرشة يعني الحرشة في الأول كتجريوها شوية غير كتحيدو عليها يديكم ضغية كتشرب فهنا كماشتو كيكون هادا هو القوام ديالها كتشدوها مباشرة كتشدوها حط بصيفي السميدة ولا زليفة وكتوجدو الصينية ديال الفران ديالكم هنا كتشكلو كويرات بيديكم هاكا ديبول هاكا كويرات لحساب الحاجم بقيتو تكبرو تصغرو كتفندوهم في ديك السميدة وكتحطوهم في الصينية ديال الفران ونخليو شوية ديال اسباس ما بين وحده ووحده سا في كتستمرو البنات هاكا تا كتكملو الكيميا اللي عندكم كتشعلو الفران يسخن كتدخلوهم على نانوصة وسيطة وكتحضيوهم حتى كيتحمروا من الاسفل يطيبو عاد كتشعلو لهم الفوق ديالهم يتحمروا وياخدوا واحد اللون دهابي زويون وكتخرجوهم ديكريحة ديال الفاني كتطلع خطيرة وكيجيو هشاش وبنان بزاف فهذا هو الشكل ديالهم ها البنات شوفوا كيفاش كيجيو كيجيو واعرين شوفوا معي كيفاش كيجيو زوينين بزاف بزاف البنات وغادي يعجبوكم غادي توليوا يعني شي حاجة اللي سباسيال ديروها ماغد يسقوا ك MILES Team находится النوضة تعرون Blahde يعجبوكم بالزاف وكيجيو هشراش فين شاء الله هالبنط يكونوا يعجبوكم هادو الوصفات وجوكم ساهلين وماهلين عندكم نجربوría ايهاك تجربووا الوصفاتCE البنات29爸ت عقدوش على هاد الحمان كيف شحلنا ولكن كنرفوا الكوراج فإن أجبكم الفيديو خليوا لي جيمال بنات في تعليق زوين بارتاجيوا الفيديو واشتركوا في القناة حبيباتي شكرا بزافة للمتابعة خليتكم على خير وانطلقوا في الوصفة القادمة والفيديو القادم عشيوة صفاء مع السلامة